جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة بسلامة الشعب اليهودي وأمن إسرائيل وحقها في الوجود وذلك في الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر وقال بايدن في بيان إن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله وحماس والحثيين وإيران وضف أن بلاده لن تتوقف عن العمل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعيد الرهائن إلى عائلاتهم ويسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين ويضمن كذلك أمن إسرائيل وينهي هذه الحرب وحول الدور الأمريكي في الحرب في غزة معنا من جمهورية كوسوفو نانسي سودربرغ السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ونائبة مستشار الأمن القومي سابقا أهلا ومرحبا بك معنا سيدة سودربرغ أبدأ معك بتقييم أداء الإدارة الأمريكية تجاه حرب غزة خلال العام الماضي وهل نجحت في تحقيق هذا التوازن بين دعم إسرائيل من جهة وكذلك الدعوات إلى التهدئة وضبط النفس أولا شكرا على استضافتي في هذه المناسبة الحزينة عام بعد الهجوم المميت لحماس إسرائيل قتلت أو حماس قتلت ألف ومائتي بريء وأخذت رهائن ويجب أن نتذكر ما الذي أدى إلى هذا النزاع نحن الآن بعد سنة وكنا نأمل أن لا نكون في هذا الموقف هناك حرب أوسع وعشرات الآلاف من الغزيين قتلوا ولا يزال هناك رهائن ربما ليس الكثير ربما حوالي ستين والكثيرون منهم ماتوا وهناك مخاطر حقيقية في نشوب حرب إقليمية تشمل إيران والولايات المتحدة كانت في المنتصف تحاول التأكد من الوصول إلى وقف لإطلاق النار وحماية أمن إسرائيل والابتعاد عن هذه الحرب الأوسع نحن الآن في موقف خطير ربما الأخطر منذ عقود هل الولايات المتحدة وحلفاؤها سينجذبون إلى حرب أوسع مع إيران أعتقد أن علينا أن نفكر في أن تستمع الأطراف إلى دعوة الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع ما هو التأثير الذي تعتقدي أن حرب غزة أحدثته في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لسيما مع هذا التصعيد مع إيران رغم الدعوات الأمريكية وحرصها على عدم توسيع الصراع في المنطقة وحالة أشد وجد طبعا هذه التي طالت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية على مدار العام الماضي لا يوجد شك في أن الولايات المتحدة ورئيس بايدن قال هذا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة تبقى داعمة لأمن إسرائيل وحليفتها الأقوى وبالتأكيد هناك بعض التوتر بين الإدارتين وهذا لا يساعد أحد ويجب أن يكون هناك تفكير بعد سنة من النزاع أن المصار يجب أن يتغير ويجب أن نخفف التصعيد وأن نجد طريقة للوصول إلى وقف إطلاق النار والبدء في المفاوضات هذا محبط جدا لإدارة بايدن التي كانت تدفع لمدة عام من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وضمان أمن إسرائيل الأمور يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك السؤال هل ستتصاعد الأمور وتنجذب أمريكا إلى حرب أوسع إسرائيل واجهت حوالي 200 صاروخ من إيران والسؤال الآن هل الموقف سيتصاعد أم ستكون هناك نقطة تحول ويدرك الناس أن أسلوب الضربة والضربة المضادة ستجعل الأمور أكثر خطورة الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بقوة ولدينا الكثير من الأصول التي تساعد إسرائيل في الدفاع الصاروخي الصواريخ ضربت تل لبيب والقدس وعلينا أن ننهي هذه الدورة سيد سودربرغ هذه الحرب أيضا كشفت عن بعض أعمق الانقسامات في السياسة الداخلية أيضا الأمريكية وفيما بين الحزبين وحتى بالحزب نفسه وأسفرت حتى في بعض الحالات عن استقالات في مناصب عليا في الإدارة الأمريكية كيف تنظرين إلى هذا الجانب؟ نعم هذا موضوع صعب جدا لا أحد يريد أن يرى حوالي 40 ألف من أهل غزة قتلوا يجب أن نتذكر أن جزء من السبب وراء ذلك يعود إلى حماس وتواجدها في المدارس والمستشفيات وتحت المدينة ووضعت حياة المدنيين في خطر أيضا إسرائيل يجب أن تتوخى الحذر أكثر كي لا تؤثر على المدنيين وفي أي حرب مثل هذه ستكون هناك استقالات إحدى الأشياء الخاصة بأمريكا يمكن أن نحاجج نجادل وأن ننتقد في كل يوم ونحن الآن في منتصف حملة انتخابية وكل شيء يتعظم بشكل عام الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وأمن إسرائيل وتحاول أن تخفف العنف والتصعيد وعلينا أن نتراجع عن الحرب الأوسع وأن نبدأ المفاوضات للوصول إلى نهاية لهذا الفصل المأساوي في تاريخ الشرط أخيرا سيد سودبرغ برائكي كيف أثرت هذه الحرب على علاقة الولايات المتحدة بحلفاء رئيسيين في المنطقة لسيما أولئك الذين أقاموا مؤخرا علاقات تطبيع مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهيم أعتقد أن جهود أن هناك توقف في هذا المصار الاعتراف السعودية بإسرائيل هو خطوة كبيرة والكل كان يعتقد أن هذا سيحدث قبل السابع من أكتوبر ما حدث أثر على العلاقات بين الدول التي اعترفت بإسرائيل وإسرائيل أيضا هناك الانقسام الشيع السني في الشرق الأوسط وإيران تدعم منظمات إرهابية الحوثيين وحماس وحزب الله الذين يهاجمون إسرائيل ومما يدعو إلى التساؤل حول دور إيران في المنطقة وعلينا أن نضغط على إيران كي تتوقف عن دعم هذه المجموعات التي تهاجم سيادة إسرائيل والشرق الأوسط بأكمله حان الوقت لأتراجع والاعتراف بأن إسرائيل موجودة ولها حق الدفاع عن نفسها وعليها أن تتفاوض على دولة فلسطينية والتأكد من أن هؤلاء الذين عانوا يمكن أن نبدأ في بناء حياتهم بعد سنة من أحداث أكتوبر علينا تجنب الحرب الأوسع وعلينا أن نعود إلى بناء هذا الجزء الهام من العالم سمحي لي بسؤال آخر سيدا من سودربرغ فيما يتعلق بهذا التصعيد بين إسرائيل وإيران يأتي في توقيت دقيق وحساس بالنسبة للولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر المقبل إلى أي حد يشكل هذا بالنسبة للولايات المتحدة يعني عقب في التعاطي مع هذا الملف لا سيما إذا توسعت دائرة هذا الصراع أو الصراع مع إيران في أي وقت تكون فيه انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة ننظر على كل شيء تحت الميكروسكوب علينا أن نتذكر أن حزب الله هو الذي فجر ثكنات ثكنات الأمريكية في بيروت هناك تاريخ طويل من استهداف الأمريكيين من قبل حزب الله وإيران مستمرة في دعمه وعلينا أن ننهي دعم إيران للإرهابيين البعض يقول أن هذا الهدف أمريكا متحدة حوله وما الخيارات يعني خيارات الولايات المتحدة إذا ما تم توسيع هذا الصراع في هذا التوقيت بالتحديد هل تجد نفسها الولايات المتحدة داعمة أيضا لإسرائيل عسكريا أمام إيران؟ نعم الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات لا نريد أن نتطرق لكل الافتراضيات أمريكا كانت واضحة إذا أرادوا التفاوض على وقف اطلاق النار أمريكا حثت إسرائيل على ضبط النفس والآن هناك رد فعل على المئتي صاروخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل قبل أسبوع والإنسان يأمل أن تكون هناك رسالة قوية أن هذه الحرب يجب أن تنتهي ويجب أن تكون هناك مفاوضات لإنهاء النزاع هل هذا يحدث؟ سوف ننتظر ونرى بصراحة أنا أعتقد أننا على حافة موقف خطير وعلينا التراجع وإعادة بناء هذه المنطقة المدمرة هي وسكانها كل شكر لك يا صيدة نانسي سودبرغ السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة ونائبة مستشار الأمن القومي سابقا كنت معنا من جمهورية كوسوفا ترجمة نانسي قنقر